شهدت قرية نازا قرار إحدى قرى مركز منفلوت بمحافظة السيوط تغييرا شاملا في البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت المبادرة بإنشاء مدارس جديدة وتبطين الطرع الرئيسية وإنشاء وحدة صحية على أحداث أطرق تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تغيير شكل الحياة بقرى الريف المصري على مستوى محافظات الجمهورية كافة قرية نازا قرار بمركز منفلوت بأسيوط شهدت أعمال تطوير كبيرة بالمرافق والخدمات ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية أعمال التطوير بالقرية شملت إحلال وتجديد الوحدة الصحية بتكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تم اختيار مراكز للمنظومة من ضمنهم كرة منفلوت بتقديم خدمات في جميع المجالات التعليمية والصحية وتبطين الطرع وتأهيل منازل وتوفير فرص عمل في برنامج كسيف العمالة في توسع في الوحدة الصحية وفي إنشاء في الوحدة الصحية وإنشاء وحدة بطارية حيات حلوة كثيرة اللي حصلت الأيام دي حيات حلوة كثيرة تشفى حاجتين خالص يعتبر زي دول الغرب كده بالضبط الحياة الكريمة خلتها قرية جديدة خالص كذلك تضمنت أعمال التطوير إنشاء مدرسة العروبة الإعدادية المشتركة ومدرسة ابتدائية بالإضافة لرصف الطرق الداخلية والمؤدية للقرى والمراكز المجاورة وهو ما أثنى عليه المواطنون الشيء أجمل تاني المدارس اللي تعملت دي سراحة وتعملت في فترة يعني الله مصلى عنا بأي إنسان يتبسط من المشوار دي كانت أفقر قرية على مستوى محافظة أسيوط لكن الحياة الكريمة دخلت وأسرت في القرية وبدأت تهتم بالفقراء وبدأت تغير شكل القرية اهتموا بالمدخل غيروا من المدخل بالنسبة للطريق والرصف الطريق اهتموا به وتأتي أعمال تطوير البنية الأساسية في إطار الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى من المبادرة والتي استهدفت في أسيوط تسعين قرية باعتمادات مالية قدرها ملياران وثلاثمائة مليون جنيه